مع هطول الأمطار وانتشار الغيوم وبدء موجة السقيع المتوقعة يستعد مراد جلال بسياراته ذات الدفع الربعي لمساندة العليقين في الطريق من أجل تخطي العقبات المناخية وسوء الأحوال الجوية من ضمن الفريق اللي كان بينزل لينقذ سيارات الغرآنة أو ساعات كان بيوجد فيه جراجات غرآنة فكوننا بننزل نستخدم عربياتنا والعوانات اللي فيها بحيث نحن في طالع العوانات دي الموقف الصعب اللي هي فيها من سنتين كده بدأنا هذا النشاط يعني وبعد كده نضمينا للهلال الأحمر لقينا أن طبعاً نهان الأحمر إدارته للأزمات والحاجات اللي زي دي قوية جداً بطريقة مدروسة فحبينا نحن نضم الفريق الهلال الأحمر في فريق المتطوعين لما نضمينا هنا خدنا تدريبات عن الأسفات الأولية والدعم النفسي وحتى الإنقاذ في المائبي بالشكل عامل إزاي الحاجات دي طبعاً ساعدت أنها تسخل الخبرات بتاعتنا يحتفل مراد بالسنة الأولى لتطوعه في الهلال الأحمر المصري وذلك لأن الهلال الأحمر هو الأجدر والأكثر تنظيماً في تلقي البلاغات وإدارة الأزمات حسب وصفه عندنا هنا غرفة العاملات المركزية بتعمل على مدار الساعة فيها أجهزة الإنظار المبكر فيها أجهزة المتابعة فيها أجهزة لتتبع سيارات الهلال الأحمر المصري بالإضافة طبعاً لقاعدة المتطوعين اللي قدر نتواصل منهم في جميع أنحاء الجمهورية هلال الأحمر بيستعد من خلال فرق الطوارق والإغاثة وفرق الانقاذ أثناء السيول الموجودة في محافظات الجمهورية السبع عشرين محافظة احنا بنبعد بلغة الاستعداد للفروع عشان تبقى الفرق دي موجودة طول الوقت الهلال الأحمر المصري يعمل على انتشار جميع فرق ومعدات تدخل السريع قبل بداية موجة التقس السيء والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات لتتابع جزيئات الأحداث وتفاصيل التدخلات وتكون في بؤرة ما يتعرض له الوطن بهدف زيادة تقديم الدعم وبناء قواعد بيانات للمتطوعين والمنتفعين بما يقدم من خدمات وتحقيق أسرع وصول للخدمة إلى مستحقها بوفلي إلياس تين تيفي ترجمة نانسي قنقر